دشنت العاصمة التونسية مبادرة إبداعية فريدة أشرف عليها فنان وناشط بيئي من أبناء تونس تمكن من تحويل قطعة من الأرض على مساحة 700 متر مربع كانت تستخدم كمكبه للنفايات إلى مركز ثقافي إبداعي وساحة لتدريب الشباب على ألية الحفاظ على البيئة المشروع الذي يعد رائدا في مجاله لفت أنظار السياح وعشق الإبداع داخل وخارج تونس ما أثار فضول السحفيين لاستطلاع معالم تلك التجربة الفريدة دمج الإبداع بالبيئة حلم تحقق للفنان التونسي والناشط البيئي لسعد الزواري وهو بصدد تحويل مكب للنفايات تبلغ مساحته 700 متر مربع في مدينة تونس العاصمة إلى مركز ثقافي وساحة للتدريب على نشر الوعي البيئي سراحة كل مشاريعنا منطلقة من الإبداع لازم ندمج الإبداع في كل تقنية في كل فكرة لنحدث الفرق فحطينا في المكان هذا اللي هو كان مكان القمامة لا يعزكم وغيرناه وخليناها نقطة يعودها الفنانين وتجيها ناس نقطة زيارة يجيها من أنحاء العالم مش نشوف الإبداعات التونسية وشوف الإبداعات البيئية والإبداعات اللي ممكن أن تغير السلوك الإنسان وتغير إلى الأحسن وقد نجح مبتكر المشروع تدريجياً في تحويل المكان من قاعة لعرض تصميماته الصديقة للبيئة إلى مقصد للزوار من داخل وخارج تونس ويأمل هذا الفنان من خلال مشروعيه أن يشجع الناس على البدء في التفاعل بشكل مختلف مع محيطهم بل وإكسابهم مهارات في التعاطي مع تحديات التلوث البيئي ويطدح ذلك على سبيل المثال من خلال تصميمه حاوية لإعادة تدوير القمامة هذه القمامة شوف قمامة ها قمامة البكتيريا تاكل نحن نخلطه ولكن زي ما شايف هنا شوف هذا يهبط المياه المياه هذه أنه نحن هنكسب من خلال البكتيريا هاي هي تاكل طلعنا زوزة نوع متاع السماد وبحسب رؤية هذا المبدع فإن مشروعه الطموح يسهم كذلك في الحد من أزمة البطالة بإتاحة فرص تدريب للشباب على مهارات الزراعة وتنقية البيئة كذلك يطرح نموذجا يعتذى به لدى النشئ من طلاب المدارس الشغفين بالابتكارات اليوم أنا قررت أنهم يجيوا في نفس الوقت يستفيدوا يتعلموا وفي نفس الوقت يبدوا طريقة تفكيرهم إنها لمسة إبداع دشن بها هذا الفنان مشروعا تنمويا وتثقيفيا تمكن من خلاله وبأقل تكلفة من تقديم رؤية طموحة لتشغيل الشباب ودعم القطاع السياحي عبر طرح نموذج مشرف لدمج الإبداع الفني بشتى مناحي الحياة ترجمة نانسي قنقر